من كام يوم اتفاجئنا ان تم نشر صور موسيقى للرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا مش بس كده كمان ده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال لا شيء يجعلنا نتراجع ابدا وقال ان بلادنا ستحمل راية العلمانية عاليا ولا شيء يجعلنا نترك الكده كتير وتيجي كمان الخارجية الفرنسية وتدعو للتوقف فورا عن مقاطعة المنتجات الفرنسية وبتقول ان الدعوات المقاطعة المنتجات الفرنسية دي دعوات جاية عن اقلية متطرفة دي الحقائق اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا اللي حصل ده بيفكرني بكلام العالم دكتور ريتشارد سالر الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد دكتور ريتشارد سالر حاصل على جائزة نوبل بناء عن تفسيره لسلوك المستهلك عند اتخاذ القرار وقال ان في عوامل هي اللي بتحدد سلوك المستهلك لما ياخد القرار الشيرة بتاعه من ضمن العوامل دي عامل ومبدأ اسمه مبدأ العدل ايه هو مبدأ العدل زي ما شرحه دكتور ريتشارد سالر قالك علشان واحد يجي ياخد القرار الشيرة ويلاقي ان الشخص اللي قدامه بيظلمه فهنا ممكن يعاقبه وحتى لو هيتحمل تكلفة زيادة علشان يروح يشتري من حد تاني فهيروح يتحمل التكلفة الزيادة ديت ويشتري من الشخص التاني الموضوع مش بس ان هو يكون ظلمه ممكن هو يكون شاف ان الشخص اللي بيحاول يبيع حاجة بيظلم حده قدامه والشخص اللي بيتظلم ده هو ملهوش علاقة بيه ومع ذلك هيقف صفه وهيعاقب الشخص اللي بيحاول يبيع الشيء بتاعه اللي تجنى على شخصه قدامه وده بالفعل بيحصل ان مش بس المسلمين هم اللي بيدعوا لمقاطعة المنتجات الفرنسية ده كمان اخواتنا المسيحيين والديانات الاخرى الموجودة في بلاد العالم الاسلامي هي كمان بتدعوا لمقاطعة المنتجات الفرنسية وده اللي قاله دكتور ريتشارد سالر في مبدأ العدل طب وهو تاريخ بيقول ايه تاريخ بيقول ان الرسومات المسيحية للرسول صلى الله عليه وسلم هي مش اول مرة تحصل دلوقتي ده حصلت قبل كده سنة 2005 من الدنمارك وكانت نتيجة كده ان الدنمارك خسرت خسائر مادية كبيرة جدا وكتير من الشركات الدنماركية الفردية خسرت وتأثرت تأثر كبير جدا وانخفضت الصادرات الى المملكة العربية السعودية المستورد الاول من الدنمارك في العالم الاسلامي الى 40% وقران المستورد رقم 3 في العالم الاسلامي انخفضت الصادرات لـ 47% وليبيا انخفضت فيها الصادرات لـ 88% وكانت السودان انخفضت فيها الصادرات الى 55% واليامل الى 62% والفترة الجاية متوقع ان فرنسا يحصل له خسائر مادية لو استمرت المقاطعة للمنتجات الفرنسية وهنا خلينا نشير لأكبر خمس أخطاء وقع فيهم ماكرون الا انا كمان لو ما خدتش بالي وانا بتعامل مع العميل ووقعت في نفس الأخطاء ديت حفقد عدد كبير جدا من العملاء وحخسر خسائر مادية كبيرة فخلونا بعد الانترو نتكلم عن أكتر خمس أخطاء وقع فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور وسيم ماجد مدرب المهارات البشرية بالربط الالاف من المميزين في الإقناع ودلوقتي جاية شركك بأخطر خمس أخطاء وقع فيها ايمانويل ماكرون علشان ما توقعش في نفس الأخطاء ديت وتخسر عدد كبير جدا من العملاء بتوعك وتخسر خسائر مادية كبيرة خلونا نبدأ بالخطأ رقم واحد اول حاجة وقع فيها ايمانويل ماكرون انه هو عدم دراسة وفهم العميل بتاعه مهم جدا لانت تدرس عميلك وتفهم ايه هي معتقاداته وايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وانت بتتكلم فيها مهم جدا لانت تفهم معاييره وتفهم دماغه كويس قوي وايه القيم بتاحته وده اللي ماعملهوش ايمانويل ماكرون واكتر حاجة خليك تفهم العميل بتاعك اللي انت تقرى الفيدباك بتاع العميل أراء العملاء والرؤى بتاعت العملاء مهم قوي يكون عندك مكان يتحط فيه أراء العملاء ورؤى العملاء وإيه هي المشاريع المستقبلية العملاء مستنينها منك كل ما هتقرأ عن أراء عملائك والشكاوى العملاء بتوعك كل ما هتفهم عميلك كويس قوي لذلك الشركات الكبيرة بتكون حريصة قوي إن هي التورس الاستبيان للعملاء بتوعها من الوقت للتاني أو بعد كل خدمة هي بتقدمها للعميل عشان تفهم بالضبط إيه رأي العميل وإيه هي الاقتراحات اللي عميل بيقترحها عشان يحسنوا الخدمة في المرات الجاية ده حتى كمان بيعملوا مزايل العملاء اللي حيدخلوا ويملوا الاستبيان وده عشان يحفزوا العملاء إن هم يدخلوا ويملوا الاستبيان شركة مثلا زي شركة Adobe Systems وشركة Adobe شركة كبيرة جدا في مجال الجرافيك ومجال الانيميشن عملت نظام يخلي الموظفين الموجودين عندهم يقدر يدخلها على أراء العملاء يقرأوا أراء العملاء عشان يفهموا دماغي العميل كويس قوي فكل ما هيقرأ أراء العملاء ويقرأ شكاوى العملاء حتلاقي الموظفين بدقوا يتخيلوا العميل بتاحهم وإيه هي أفضل طريقة يقدر يخدم بيها العميل ده مش بس كده كمان ده عملت قسم جديد بيضم موظفين مع عملاء وظيفة القسم ده إن الموظفين يعودوا مع العملاء عشان يفهموا دمخهم كويس قوي وإيه هي أحدث الآراء والاقتراحات اللي العملاء بيقترحوها على شركة أدوبي وبعد كده يعملوا اجتماعات بكل الموظفين في باقية فروع الشركة ويعملوا تحديات عشان يوصلوا للموظفين دي إيه هي أحدث الآراء اللي هم خدوها من العملاء بتاحهم فإنت كمان تقدر تعمل حاجة زي كده عندك في مجال العمل بتاعك تقدر لإنت مثلا تفتح مجال الاستبيان أو تحط جنبك صندوق عشان تجمع فيه اقتراحات العملاء وشكاوى العملاء ودايما تحفز العملاء بتوعك من الوقت للتاني إن هم يملوا الاستبيان عن طريق لإنت تديهم مزايا زيادة دي أول حاجة معملهاش ماكرون ودخل وهاجبنا فأعز حاجة حدا بنبتلكها تاني حاجة ومهمة اللي إنت تاخد بالك منها هو الالتزام بمبدأ الاستحسان وده اللي معملهوش ماكرون إيه هو مبدأ الاستحسان؟ فيه عالمين سلوك اسموهم دكتور جونسون فرانسيس ودكتور هاري دافيس العالمين دول اكتشفوا إن العميل عشان ياخد قرار حاسم بالشراء لازم يكون معجب بيك لازم يكون مستحسنك وهنا إحنا عملنا حلقة كاملة إزاي تزود سقط العميل فيك وتزود ولاقه ليك حتلاقه اللينك بتاحها ظهر دلوقت فوق في الشاشة تقدر لإنت تسمع المحاضرة ديك بعد ما تنتهي الفيديو ده اتكلمنا عن مبدأ الإعجاب وقلنا إن العميل لازم يعجب بيك أقولك عن أكتر حاجة تخلي العميل يعجب بيك وهو إنك تشوف صفة يكون بتميز بيها صفة فعلاً أنت بتقدرها زي مثلاً زكاءه أو طريقة لبسه أو أفقاره في الشغل أو اللايف ستايل بتاعه أياً كان حاجة هنت فعلاً معجب بيها ومن وقت للتاني امدحه عليها وهنا لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جداً اللي أنت لازم تكون صادق في المشاعر بتاحتك ففعلاً حاجة تكون أنت بتقدرها وبتقيمها الراجل ده يكون بتميز بيها لأن مجرد اتسامة غير صادقة ممكن تكون زي عقب الصجارة اللي يقع في غابة ويولحها كلها فلازم تكون صادق المشاعر طيب هل الموضوع ده وتتعاملت عليه تجارب اتعاملت عليه تجارب وأبحاث كتير جداً من علماء سلوك من ضمن التجارب اللي حصلت عليه إنهم مثلاً عملوا تجربة على اتنين من القادة السياسيين المتنفسين بدأ العلماء يحللوا الردود اللي جات للاتنين قادة السياسيين دول فهم جابوا أراء متشابهة للاتنين القادة السياسيين بيقولوا نفس الكلام بالزبط ولأ لما يكون الشخص ده من نفس الحزب التعقاق السياسي ده فهتلاقيه مستحسن للكلام وبيقولك أيوا الكلام ده مظبوط وزي الفل إنما لما يسمع نفس الكلام من الشخص التاني ما يعجبهوش الكلام عراجم إن هو نفس الكلام بنفس الألفاظ وده نفس الكلام بيحصل مع العميل بتاعك لو هو معجب بيك هياخد قرار سريع جدا بالشراء لو مش معجب بيك الكلام ده هيأثر عليه وهيخليه يبعد عن قرار الشراء فدي حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها التحيز القائم على مبدأ الاستحسان فلازم تشتغل على الموضوع ده تالت حاجة تاخد بالك منها هو الرد المناسب عند الاختلاف وده اللي ما عملهوش مقرون يعني مثلا لو حد جي اختلف معاك ما جيش تقوله لا انت غلط انما خلي دايما ردك يكون اكثر زكاء اللي انت مثلا تقوله ايه طب ما تخلينا نقولها بشكل مختلف طب ما تخلينا نقولها بشكل تاني وفي الحالة دي تبتدي تقول رأيك اللي هو مخالف عن رأيه ده هيكون اظرفه افضل بكتير لما انت تقوله لأ كده في وشه ساعتها الراجل هيبتدي ياخد منك موقف ومش هيسمع منك الكلام اللي انت حتقوله لما يجي مثلا عميل ويعترض على السعر بتاعك ويقولك ده انت سعرك غالي بتقوله لأ انا سعري مش غالي قوله على فكرة عملاء كتير قالوا نفس الكلام بتاعك ده وكان عندهم نفس الاعتقاد ولكن لما شافوا المنتج بتاعنا وشافوا المزايا الموجودة فيه اشتروا من عندنا مش بس كده كمان ده بينصحوا الناس ان هم يشتروا من عندنا وان شاء الله انت كمان هتكون زيهم وحتشكر فينا ساعتها هنا العميل حيسلم وحيديلك الانتباه الكامل وحيسألك يقولك طب هو ايه اصلا المزايا الموجودة عندكم هيبقى عنده رغبة ان هو يعرف ايه المزايا الموجودة عندك اذا الزكاء في الرد مهم جدا اللي انت تحول العميل من عميل مش عاوز يسمع ومعترض على كلامك ان هو عميل عاوز يسمع وعاوز يعرف ايه الفرق اللي موجود عندك ربي حاجة تاخد بالك منها عدم اهانة العميل بتاعك حتى لو بالاشارة يعني مثلا ما ينفعش تقول للعميل بتاعك هو انت خارج ايه هو انت ليه مش فاهم الكلام بتاعي هو انت خارج ايه اه دي مصيبة مشكلة كبيرة جدا اوعى مثلا وانت بتتكلم مع العميل بتاعك تتحكم عليه يعني مثلا ممكن واحد يقول للعميل بتاعه خدماتنا والمزايا اللي عندنا يعرفها كل واحد اشترى من عندنا وعنده عقل وانت لو قدت تعرفت المزايا اللي عندنا وقدتش تقولي الكلام اللي انت قلته ده ياه قاتلة قاتلة المين ليهك انت هنا انت قفلت العميل منك لانك بتتحكم عليه خمس حاجة وهي اهموم على الاطلاق الكبر اوعى تتكبر ع العميل وهنا تعريف الكبر ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس صدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه بطر الحق يعني تبقى شايف الحق رأي العين وعارفه ما تتبعوش تبقى عارف ان هو ده الصح وتقول لا الراجل يقدم لك دلائل على صحة كلامه وانت تقول له لا كلامك غلط تقوله حريتك تتوقف عند حريت الاخرين يقولك لا انا اللي صح هنا بيتقبر ان هو يعترف ان هو غلط لذلك مهم جدا لانت لو اكتشفت اللي انت غلط والعميل قالك انت غلط وكان عنده حق ساعتها لازم تعتذر وفورا لان اي تمادي هيخلي العميل يعند معاك ويخسرك خسائر مادية كبيرة طب غمط الناس معناها ايه اللي انت شايف ان الناس اقل منك فبتتكلم معاهم وقلنهم درجة اقل منك فممكن مثلا وانت بتتكلم مع العميل تقوله شوف انا هشرح لك مرة ومش هشرح تاني فركز بقى معايا من اول مرة بتتعال عليه ودي حتة خطيرة جدا اوعى تعملها مع عملائك وبكده يبا احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة واللي اتكلمنا فيه عن اخطر خمس اخطاء ممكن تقع فيها يخصرك قاعدة كبيرة جدا من العملاء ويخصرك خسائر مادية كبيرة والدروس المستفادة من الخمس اخطاء دول خمس حاجات مهمة جدا اول حاجة محتاج لانا افهم العميل بتاعك ويس قوي افهم دماغه وقلنا نقدر نعمل الكلام ده باللي احنا نركز على اراء ومقترحات العملاء واحمسهم واحفزهم ان هم يبعتوا للمقترحات بتاعتهم تاني حاجة وهي حاجة مهمة جدا مبدأ الاستحسان مهمة قوي اللي انت تركز على عميلك وتشوف ايه الصفة المميزة اللي فيه وهنا تبتدي تمضحه بصدق عن الصفة دي ولازم تكون صادق في المشاعر بتاعتك تالت حاجة لازم يكون عندك فن في الرد لما العميل يخلفك في الرأي لازم يكون عندك رد مناسب ما يخليش العميل ينفر منك لان كل رد حتقوله العميل عاوز يوصل لحاجة من اتنين يا اما انت معايا يا اما انك ضدي فلازم يكون ردك رد مناسب ازاي توصل لوجهة نظرك من غير ما تقوله اللي انت ضده رابع حاجة وهي الإهانة والتهكم على العميل اوعى تهين العميل اوعى تحسسه ان هو في درجة اقل منك خامس حاجة وهي مهمة جدا اياك والكبر اوعى تتكبر عن الناس اوعى تبقى عارف الحق وعارف ان الحق فين وعارف اللي انت غلط وترفض اللي انت تعتذر هتخسر عملاء كتير وهتخسر خسائر مادية كبيرة جدا لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وشير وتأكد اللي انت مشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاي ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته